اشتركوا في القناة تفاصيل هذه القضية ولأين وصلت مع أحد تواقم الدفاع هنا معنا المحامخ أستاذ خالد زبارقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك مشوار طويل في محاكم الاحتلال حول قضية الشهيد إياد الحلاق تخبرنا أين وصلت اليوم ماذا عن أسماء الجنود الذين قاموا بقتل الشهيد إياد الحلاق قبل تقريبا ثلاثة أسابيع أبلغنا من طرف وحدة التحقيقات مع الشرطة أنهم قرروا تقديم لائحة اتهام ضد أحد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشهيد إياد الحلاق وأيضا قاموا بإغلاق ملف ضد الضابط المسؤول عنه لكن هذا هو التطور الأهم في هذه القضية من جهة أخرى منذ قتل الشهيد إياد الحلاق في الثلاثين من أيار من هذا العام وحتى اليوم هناك أمر من المحكمة بالتسطر على أسماء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في قتل الشهيد إياد الحلاق نحن توجهنا إلى محكمة الصلح ومحكمة البداية كما هو معروف في الوطن العربي لإبطال هذا القرار وللكشف عن أسماء أفراد الشرطة لأننا ندعي أنه لا يمكن أن يقوم الجهاز القضائي بإعطاء أو بتوفير حماية لمجرمين هؤلاء الشرطة هم أجرموا بحق الشهيد إياد الحلاق ولذلك نحن نقول لا يمكن أن يكون دور الجهاز القضائي من جهاز يحارب المجرمين ويلاحق المجرمين إلى دور يعطي الحماية للمجرمين محكمة البداية محكمة الصلح في القدس المحتلة رفضت طلبنا بدون إجراء أي مداولات في الطلب الذي تقدمنا به فبطبيعة الحال نحن قمنا بالتوجه إلى المحكمة المركزية وقدمنا استئناف على قرار المحكمة الصلح وبالأمس كانت تداول في الاستئناف الذي تقدمنا به حسب القرار الذي صدر من المحكمة بعد أن بينا الأخطاء القانونية الواضحة والبديهية في قرار محكمة الصلح قامت محكمة الاستئناف المحكمة المركزية في القدس المحتلة بإبطال قرار محكمة الصلح لكن أبقت أمر منع النشر ساري المفعول حتى يتم التداول في طلب جديد في محكمة الصلح بهذا الخصوص نحن نقول أن المماطلة من طرف الجهات المختصة سواء وحدة التحقيقات مع الشرطة ماحش أو سواء جهاز المحاكم الإسرائيلي ومحاولة تمديد الوقت في هذا الملف دون التوصل إلى قرارات واضحة نحن نقول أن هذا ممكن أن يشجع أفراد شرطة آخرين لممارسة الجريمة بحق الشباب الفلسطيني وبحق الشبات الفلسطينيات وهذا ما سمعنا ورأينا بأم عيننا في الأشهر الأخيرة أن اليد سهلة في الضغط على الزناد من طرف الشرطة الإسرائيلية وهناك كانت العديد من حوادث القتل خارج القانون التي مرستها الشرطة الإسرائيلية على بوابة الأقصى هناك تسطر كان على أسماء الجنود وكان قبلها أيضا تسطر على الكاميرات المراقبة التي توثق عملية تصفي الدم الشهيد إياد الحلاق أيضا ما نشاهده اليوم هل هناك أيضا معروف عن مصير هذا الجندي أو الجنود الذين شاركوا في عملية القتل وإطلاق الرصاص على الشهيد يعني منذ اليوم الأول وحدة التحقيقات مع الشرطة لم تقم باعتقال هؤلاء الشرطة بل منذ اليوم الأول بقوا في مواقعهم وتم الإفراج عنهم دون أي قيود هذه رسالة إلى أفراد الشرطة الآخرين تقول أنكم تستطيعون أن تقتلوا من تشاءون متى تشاءون على أي شبه تشاءون والدولة ستحميكم لكننا منذ أن دخلنا في الملف كطاقم محامين يتابع هذه القضية بدأنا نمارس الضغوطات على وحدة التحقيقات سواء بالالتماسات التي تقدمنا بها إلى المحكمة العليا أو بالطلبات التي تقدمنا بها أو بالنشاط الإعلامي وبثارة الموضوع بشكل إعلامي قوي ومهني استطعنا أن نجبر وحدة التحقيقات مع الشرطة بالتحقيق مع تقديم لائح اتهام التي كما وعدونا بالأمس التي ممكن أن تقدم خلال الشهر القادم علينا هذه مشوار المحاكمة تماطل بها الاحتلال حماية لجنودهم أنا نتحدث أيضاً مع والدة الشهيد إياد الحلاق وهي معنا اليوم هنا بعد المحكمة شهدناها يوم أمس السلام عليكم يعطيك العافية السلام نعم كل يوم نشهد كل فترة هناك محكمة في قضية الشهيد إياد الحلاق ما رأيك اليوم بما توسط إليه محاكم الاحتلال بعد القرار الكشف عن أسماء الجنود ولكن بعد تقديمكم لهذا الطلب بالنسبة لي أنا برضو هذا مش حكى الأستاذ خالد إنه بدهم يحتمالي يقدموا الجنود للمحاكم بس هذا لا يعنيني أنا بدي أكتر كمان على أساس ياخد حقه الجندي ومش بس الجندي والزابط واللي بيعطي الأوامر لأنه إحنا بدائرة مفرغة هم نحطوا الحق على الشاب على الجندي اللي بقتى الإبني مش الحق لحاله على واحد الحق على هذا أساسا إذا بدهم يحاكموا الجندي هذا إش بديهي بديهي بدون ما نحكي حقنا بأبسط الأمور إش معنى العربي لما يعمل إش بسيط مباشرة خلال ربع ساعة عشر دقايق بيظهر فيديو كامل بروحوا لأهله بيشتتوا العيلة بيعتقلوا أفقوا إمه إخلته وخواته وبيدهدوا داره إحنا مش شايفين إش عاملين مع الجنود أنا بدي محاكمة عادلة للجنود زي من قتل ابني أبسط ما فيها ما ينقتلش نحاكم محاكمة عادلة لإنه ابني مات ظلم أنا مش سميته الشهيد المظلوم بس أنا هذا بالنسبة للجندي أفتعنيني أنا بعرف إنهم رح حطولنا جندي ما إلو علاقة بالموضوع رح يجيبوه من تبعون الكبوتسات نعرف إحنا إحنا هاي القصص تمرقش علينا رح يجيبوا أياتها جندي بينما اللي قاتل ابني إلو باعوا وذراع بالقتل هم من عندهم بهمش القتل شكات فيه شكات فيه صعوبة بإجراء بس إنه تكمل عليه لا بعرفوش هاداش هو إياد بس بعرفوش يعني خمس أشهر من هذا الوجع يعني تخبيرينا عن إياد الذين من لا يعلم من هو إياد كيف تخبيرينا عن إياد؟ إياد إياد عمره 30 سنة هو أصغر واحد بخواته تنتين وهو الصغير أنا اكتشفته وهو عمره سنتين إنه عنده توحد وبدأت يعني أرقد من جهة لجهة ما خلت مجال إلا ركبت له المهم وصلته آخر إشي كتير دخل مدارس آخر إشي دلت على ألوان يعني بعض إجراءات طويلة إلو 6 سنين بروح عليها الشاب دخل عدة أقسام يتعلم بالمدارسة قرب المجد الأقسام أبل بنواسق لها آه تعلم بعدة أقسام ما ناسبوش ما حبوش يجي يقول لي ماما أنا تعبان ماما تعبت ماما زهقت تغليف وكهربة وخذف ومش خذف المهم يعني كتير كنت دايما أنا متواصلة مع المؤسسة باستمرار أش بشكيلي أروح أحكي لهم آخر إشي وصلته قلت له ماما وين بدك أنت قال لي أنا حابب المطبخ قولي لهم بدي ألمط على المطبخ طيلي راعي على المطبخ قاعد يمكن سنة صار بده بحاجة دورات أخذ دورات كان يروح أبيت حنينة أخذ دورات اتعلمش في طباخ نعم يعني نوضح للمشاهدين أن المدرسة التي يذهب إليها إياد هي ملاسقة للمجد الأقصى المبارك والجنود أيضا يقفون دائما أمام هذه المدرسة للتقييد حركة الرواد المجد الأقصى المبارك أيضا إياد كان أحد هؤلاء الرواد الذين يدخونوا إلى المسجد الأقصى خاصة عند زيارته المدرسة تخبرنا عن تعلق إياد أيضا بالمسجد الأقصى إياد قبل بتعلقه بالمسجد الأقصى إياد بالدار بالأداني الأول بيكون واقف يستنى متوضي واقف على السجادة بقول له ماما حبيبي استنى شوي بقول لي لا يما خليني أنا هيك جاهز أكون المهم بيصلي وبركز ظهره تخطب غرفة نومة بيبدأ إيرا القرآن فيه إشي تاني إنه المؤسسة ملاسقة للمسجد الأقصى من شبابيك المؤسسة بيكشف الأقصى عادي كامل زي ما إحنا هلأ شايفينها ورانا قريب جدا شبابيك بسيطة المهم هو وأربع شباب بتنافسوا بيصلي بالأقصى صلاة الظهر بتنافسوا إنه مين يكون الإمام المهم بيصلي بيخلص دوامه على الوحدة ونص بعديها بروح بيصلي بالأقصى ما هو بيطلع من باب المؤسسة إلى باب الملك فيصل بدخل بيصلي مرات بتأخر بقوله يا مي حبيبي ليش تأخرت بقول لي يا مي بتكيش أصلي كمان ركعتين لله في الأقصى بعدين عمره 30 سنة مع حالة توحد مش الإم هذا بتعلمهش يصلي ولا يصوم هذا 30 سنة ما أفطرش مدة أسبوع أنا اللي كنت يوم أيامها أخليه يفطر ليش لما كانت تبقى حمي كتير يشابي كتير أحزن عليه من 8 سنين هو ولا صوق لا فرض صلاة والصيام كامل بعضين يعني هم من رواد المسجد الأقصى مبارك ومن الذين تعلق قربا بالمسجد نعم ولكن دعين نختم معك عن رسالتك الأخيرة خاصة في ظل ما تعانيها اليوم من محاكم الاحتلال وعدم يعني أخذ أبسط حقوقك في هذه المحاكم المحاكم أنا بعرف إنها مش راح توصلني زي ما أنا بدي فيش غليلي أو يطفوا نار قلبي أنا بس يورجوني الفيديوهات أهم مطلب عندي الفيديوهات ايش حصل مع ابني لإني أنا كل لحظة كل ثانية بني خاف وتقلم فيها هادي بتقلمني هاي بتقلمني أنا بقلمنيش ابني هلأ عند ربنا أحسن من البشر كلها والدنيا كلها والدنيا زائلة فانية بس ابني هلأ عند ربنا مخلد بس أنا الألم اللي حسه والفقدان والاشتياق بس تأكيد أنها صعبة وهذا ما تعانيه وجزء بسيط مما تعانيه في حديثك اليوم في هذه النافذة يعني أيضا أستاذ خالد يعني تخبرنا عن رسالتك أيضا لعائلة الشهيد ولكل من يستمع إلينا فادي الله منذ اليوم الأول عندما قتل إياد على يد الشرطة الإسرائيلية داهمت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية بيت إياد هم يعلمون أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يعاني من مرض التوحد وهو لم يفعل شيء ويعلمون ذلك جيدا وكانت هناك طبعا يعني فحص مخابراتي شرطي قبل مداهمة البيت لكنهم أرادوا أن يداهموا بيت إم إياد حتى يتهموا إياد هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتهموا بالإرهاب وحتى يعني تذهب القضية سودان تم الاعتداء على إم إياد تم الاعتداء على بناتها على أخوات إياد تم تفتيش البيت تم شتمهم داخل بيتهم بالرغم من الجريمة التي يندلها جبين الإنسانية نحن أمام حالة إنسانية من قلة مثيلها نحن نتحدث عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يشكل خطر على أحد هو ضعيف جدا حتى عندما قتله الجنود من التحقيقات التي رأيناها حتى عندما قتله الجنود هو لم يستطع التعبير عن ألمه ولم يستطع الحديث يعني لم يستطع التعبير عن ماذا يجول في خاطره تم قتله بدم بارد نحن ما الذي نريد أن نقوله نحن نريد معاقبة القتلة معاقبة المجرمين هذا هو مطلب شرعي مطلب قانوني مطلب عادل ولذلك نحن كطاقم دفاع بإذن الله تعالى سنستمر في هذا الملف حتى يتم معاقبة الجناة نعم هذا أبسط حقوق الشهيد إياد الحلاق نخطي معكم هذه النافذة من هذا المكان حيث استشهد الشهيد إياد الحلاق من باب الأصباط إذن مشاهدين الكرام لم يكتفي الإحتال بتصفي الدم الشهيد بل الآن يصارعون أهل الشهيد في محاكم الإحتال لأخذ حقهم في قضية الشهيد إياد الحلاق